جماهير نادي الأهلي زعلانة مبارح من التعادل مع فريق تراجي التونسي تعادل سلبي في زهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا كمان النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا الزمالك هيقابل نهاضي بركان مغربي في إياب نهائي كاس الكون في درالية الأفريقية بعد ما انتهت مبارات للزهاب بنتيجة 2-1 مباراة قوية هنتكلم عن التفاصيل سواء مباراة مبارح أو مباراة النهاردة هنتكلم مع عيزي الكلاوي الناقد الرياضي صباح الفل عليك يا عزي صباح الفل عليك وصباح الخير يا مصر صباح الخير عليك مبارح إيه اللي حصل؟ الأهلي كان بيلعب كويس جدا التراجي ما كانش في أحسن الحالات ولكن النتيجة مش كانت زي ما الناس متخيل الناس كانت عايزة تبقى مأمنة ورجع بتلعب هنا على أرضها مستريحة مش ده اللي حصل مبارح هو طبيعي بعد التعادل السلبي برا الأرض فاحنا بنقول إن هي أسوأ نتيجة إيجابية ممكن تحصل إن أنت ترجع متعادل بدون أهداف لأن ببساطة جديدة هدف هيكلفك أزمة كبيرة بأن أنت لازم تسجل هدفين عشان تحقق الفوز ولكن لازم نقسم الموضوع بشقين شق جماهيري والناس مش راضي عن الأداء وشق فني وهو الأهلي أدار المباراة أو كل أدار المباراة بشكل مميز جدا فببساطة جديدة آه الأهلي متعود إنه بيكسب في تونس فرادس تحديدا آخر الزيارتين الأهلي حقق الفوز كفاية يكفي إن الموسم اللي فات في السيمي فاينل الأهلي كسب 3-0 الترجي في تونس فطبيعي إن الجماهير كانت عشمانة في أكتر من كده بكتير ولكن فنياً أنت بتتعرض لصدمة كبيرة جدا أول خمس دقائف المباراة وهي أصابت علي معدود كولر كانت طريقة لعبه ببساطة جديدة هي واضحة إن أنا هأمن دفاعتي بشكل كبير ماستقبلش ولا هدف أنا بواصل إن بطولة الموسم الحالي 13 مباراة ما دخلتش فيها غير هدف واحد حققت رقم جديد وإن أنا قسرت رقم الترجي وأنا بلاعب الترجي في تونس بإن أنا 21 مباراة بدون هزيمة فكل دي أرقام مميزة جدا إدر كولر يعملها فإن أنا أأمن دفاعتي وأبدأ أعتمد على الهجمة المرتدة في وجود السنائية العبقرية اللي بقالها فترة متقلقة هي علي معدول وأمام عشور ولكن فجأة تعرض علي معدول للإصابة يعني وربنا يسطر إن شاء الله هو البعثة رجعت ورحل المستشفى طب مننا عليه طيب هو والله في شكوك إلى الآن إن موضوع ممكن يبقى قطع في واتر أكيلس فربنا يسطر الموضوع شكل في أكيلس وكان في التحام قوي مبارا والله يبص هي ما تعدتش بصورة قريبة أنا عدت الكرة أكتر من مرة عايز أشوف إيه اللي حصل هو كان فيه التحام خفيف كده ومعلول دس دوسة التانية رح وقع على الأرض فيعني يا ربنا نسطر وللنا تخيالنا أنه ممكن يكون إجهاد مثلا لا يعني هو لا بالعكس لأن علي معلول ببساطة كان مريح أكتر مباراة هو يدوب بس شارك آخر مباراة في الدوري كان تجهيز لي لمباراة نهضة بأسف في الترجي فالإصابة لو فعلا تأكدت يبقى كده نهاية موس مع علي معلول مع الأهلي وربنا يسطر إن شاء الله إن شاء الله تطلع بسيطة بإذن الله إن شاء الله لأنه هو مهم جدا وعنصر أساسي جدا بالنسبة للنادي الأهلي طبعا محدش يقدر ينكر مجهود كبير لعلي معلول مع النادي الأهلي طيب بتقول أنه كولر أدار المباراة بحكمة شديدة وعمل اللي عليه هل شايف أنه دي نتيجة المرضية هل هو كان بيسعى في النهاية لأنه يخرج بهذا الشكل؟ هو طبعا أهم حاجة عندي مستقبلش هدف بره أرضي وده شيء منطقي لو أنا قدرت أسجل تمام لكن بإذن ما قلت لك بو يعني بتعرض معلول للإصابة أدى إلى هبوط الأداء الهجومي للنادي الأهلي في المباراة بشكل كبير وملفت ولكن أنت حفظت على الشكل امتصيت حماس لعيبة الترجي خليتنا برضو لازم نحط خط تحت إن الترجي بيلعب في أرض وصد مهوره ومع ذلك هو ما كانش أفضل نسخة للترجي يعني كل مباراة أجمع أنه ما كانش في فرص كتير باستثناء الهجمة اللي كانت بعد إصابة علي معلوله على طول لأنه خرج وما كانش في حد بيغطي مكانه غير حسين الشحات كله ما تدخلش سريعا ولكن تبارك الخطأ بعد كده كانت مجاسفة كبيرة جدا بمشاركة كريم فؤاد بديل ولكن أدى نوعا اللي مطلوب منه إن أنا ما يخشش في يا جون خليني أشيد بدور وسام مهاجم كبير جدا يا جماعة مهاجم كبير 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 الأهلي كان مفتقد كان عايز رودة سليم ده هيئي طب أنت بتتكلم عن السنائية بتاعة إمام عشور وعلي معلول ما دي سنائية تانية برضو دي سنائية مهمة جدا ولكن انت برضو محتاجر خبرات وجود الشحات وبرستاو في المباراة مباراة ده خبرات هتفق الأهلي في المباراة الناس دي يعني لخمس سنة عالتوالي هوا بتروح النهائي فكان وجودهم مهم جدا في المباراة آه ما كانوش في أفضل أحوالهم كان لهم أدوار دفعية أكبر بكتير كل كان مكلفهم بيها من أن هم هيهجموا بشكل عام نتيجة مرضية إيجابيات كتير الأهلي قدر يعددها بقى دلوقتي في تشابه بين الأهلي والزمالك أنا محتاجة هدف كل فرق محتاجة هدف عشان يتوجب البطولة ولكن مع الوضع في الاعتبار إن أنا لو استقبلت هدف الدنيا هتعقرب شوية ولكن ترجي طريقة لعبه الأمثل اللي هو بيدافع بكل فرقته وبيعتمد على الهجمات المرتدة فلازم الأهلي وهو بيلعب هنا ما يندفعش هجوميا بشكل كبير ويأمن خطوطه خصوصا إن مهاجم ببرازيلي رودريجو مهاجم الترجي مهاجم قوى جدا صحيح كسب كل التحامات الهوائية تقريبا مبارح رغم إنه ما كانش فيه خطورة وضيع أخطر فرصة في السكس يارد ولكن بشكل عام نتيجة مرضية وفيه تفاقل كبير بالنسبة للأهلي وإن شاء الله الزمالك النهاردة ربنا نسلم قبل ما نتحول للزمالك أنت متخيل أن الترجي ممكن يستمر في الخشونة إحنا شايفين لعب بيها شوية في تونس هل متوقع أنه يستمر في هذه الطريقة لما يجي هنا في القاهرة ولا الوضع حيختار طبيعي جدا الترجي معروف شمال إفريقيا معروفين بقوتهم في اللعب وكمان بقى يهضر الوقت والكلام ده كله وكلنا حفظينهم وبعدين نهائيات الأهلي والترجي لقليها تاريخ كبير وإحنا عارفين الأهلي متفوق بشكل كبير وملحوظ وإن شاء الله يفضل محافظ على التفوقه في المباراة ولكن إحنا بالأهلي لازم يبقى زكي جدا كولر لازم يبقى زكي جدا في بداية المباراة هنا زي ما كان زكي في بداية المباراة هناك إنه هو متص حماسهم بشكل كبير جدا إنه هما كانوا ضغطين بس الكلام ده أنا أفهم إنه هو أول ربع ساعة في المباراة إنه أنا متص حماس اللعيبة ومتص حماس الجمهور والضغط الجماهيري ده أول ربع ساعة في المباراة إنما بعد كده بتكون الرؤية تضحت بقى وفهمت على أرض الماء إيه اللي بيحصل؟ معلولة عرض الإصابة خلي بالك برضو أنت بتتكلم في عنصر مهم جداً طبعاً مفهوم وقائد من لعيبة الأهلي فإنه يتعرض الإصابة أكيد عمل هزة كبيرة جداً لزميله في الملعب حتى يعني مالوش البديل اللي إحنا كنا منتظرين أنه يقدر يعمل دوره أو على الأقل يعمل 50% من دوره كريم فؤاد غايب بقى له فترة خروج كريم الدبيس من قايمة قبل المباراة أنا كان مستغرب شوية عليه علامة استفهام أنت ما كنتش عامل حساب أنه ممكن يحصل حاجة زي كده وكريم فؤاد هو البديل كريم الدبيس أكيد في مكانه لو كان شارك كان ممكن يظهر بشكل أفضل من كريم فؤاد أنت بتتكلم هي مشكلة الأهلي كلها كانت في تحولاته الهجومية إمام عشور كان يعاني وحيداً في أنه بيأخذوا الكرة من تحت الأدام طبعاً وسام كله كرة بالتحام يعني قدر يتفوق في أكتر من كرة في السنائيات ولكن أنت كنت محتاج الدعم الهجومي أو المسندة الهجومية من أكتر من اللاعب ولكن كلر هو كان راضي باللي بيحصل ما كانش حابب يجازف عشان ما يستقبلش هدف يعقر بالدنيا ويلغبط الحسابات مشاركة أفشا كبديل في الشوت الثاني أنا شايفة كانت مشاركة مميزة جداً جداً بالأهلي كان في التوقيت ده محتاج حد يمسي الكرة يهدر الوقت بطريقة شرعية ينقل الكرة كتير ويدي لعيبة الأهلي ثقة حشان كده إحنا شوفنا الأهلي مسي الكرة في آخر ربع ساعة أكتر من أبي وقت وده زكاء برضو كولر كولر بيتعلم وبيتطور بسرعة جداً إحنا بنتكلم أنه هو في تعلمه أسرع من جزية من وجهة نظري كولر من خمسية سانداونز خلاص الموضوع تحس أن كولر تحول بيقامن دفعته كويس جداً بيستقبلش أهداف يعني قدر عرف أن برا فيه ظروف مختلفة ضغط جماهيري درجة حرارة ملعب مش أفضل حاجة فقدر يعالج كل ده بأن أنا لأ أنا هلعب طريقتي واجه على ملعبي ألعب بقى بطريقتي براحتي وأفتح خطوتي وهاجم وده هو ناجح في ده أنه ما دخلش فيه غير هدف واحد الموسم الحالي في دور الأبطال وده اللي أنت متخيل أنه هيحصل؟ هنا في مصر؟ لا طبيعي لا لأ طبعاً لازم يبدأ يهاجم طبعاً أنت بتلعف أرضك وسط جمهورك وإن شاء الله أستاذ القاهرة يبقى متأفل بجماهيره وجميل النادي الأهلي ويدعموه لا طبعاً أنت لازم تأخذ المخاطرة بأن أنت تهاجم ولكن بحذر شديد جداً بأنه هو طريقة لعب الترجي واللي احنا شفناها أمام سانداونز في السيمي فاينل وغيره أنه هو بيعتمد على التحاولات المرتدات والكرات الطويلة في الظل وجود رودريجو المميز جداً في ألعب الهو طيب هو بيأمن دفاعياً وده اللي احنا شفناه وبيلعب زي ما قلنا على المرتدات وأعتقد أن دي هتكون نفس طريقته كمان هنا في القاهرة كلها رحيتعمل مع ده إزاي؟ وكونوا يمكن منتكلم مبارحة منتكلم عن استعدادات النادي الأهلي للمباراة أنه لازم يكون عندك وانت عندك بالفعل اللعيبة بتشوت مباراة 18 طب فين اللعيبة دي وليه ما شطوش مبارح مباراة 18 هو زي ما قلت لك أن الأهلي ما كانش عايز من المباراة أكتر من أنه يخرج متعادل فكر إزاي ده يعني من المعروف أنت رايح هناك تجيب هدف واحد بس بالهدفين أنت أمن نفسك جاي هنا أنت هو عشان يبتدي يتعادل معاك هو محتاج بس يجيب هدف لعشان يتعادل لكن أنت خلاص يعني راجع تعتبر شبهم أمن نفسك لو أنت جبت هدف هناك هو كل أرى المطش بسرعة أن احنا بنتكلم في أن الأهلي في أكتر من لاعب ما كانش في حالتهم بارا أخطأ كتير فأنا ليه بقى أجازف وهاجم وأستقبل خاصة أن إحنا شفنا أكتر من كرة أكرم بيخسر مجرد ما بيتعمل عليه ضغط بيخسر الكرة وده أكرم وده مش ده أكرم بالفعل نفس الكلام مرة أعطي نفس الكلام في خط الدفاع احنا بنتكلم في أول ربع ساعة تلت ساعة بقى محمد هاني وكريم فؤاد واخدين إنذارات ففجأة كده بإصابات بإنذارات فجأة الدنيا هتقزم لا أنا خلاص بقى أنا حافظ على الدنيا لحسن موضوع يفتح مني محمد عبد المنعم نفسه مدافع كبير ولكن خسر الكرة كتير يعني زي ما نقول بسزاجة مش عايزين نقول أكتر من كده لا إنت محتاج تبقى أقوى شوية هنا الوضع المفروض يبقى مختلف تماما لازم كله يلعب بشكل جد أنا لازم أحقق الفوز وبعدين الأهلي خلاص إنت بتتكلم ده بطولة المحببة في أرضه وسط ربه فطبيعي جدا يبقى اللقب أهلاوي طيب ليه اللعبة ما كانتش في حالتها إيه السبب في ده إيه السبب في الضغط والشد والإنذارات خلينا أقول لك أن فكرة أن الأهلي لعب أربع متشاط في 11 يوم في الدوري ده كان أمر صعب خاصة كمان أنت بتتكلم في مرحلة مهمة جدا في الدوري مرحلة أن أنا محتاج كل نقطة في الأربع متشاط نحن نتكلم منفعش أخسر نقطة في صراع النقطة وأن دلوقتي فيه فكرة التأهل الأفريقي الموسم الجاي وهل يا طرى الأهلي هيقدر يبقى الأول والتاني عشان يحسب التأهل لأن ما نعرفش هيبعته قايمة إمتى بالأسماء المشاركة في أفريقيا الموسم الجاي فأنت أربع مباريات كانوا مهمين منفعش أخسر فيهم وفي أسماء تقيلة نحن نتكلم من الاتحاد الإسماعيلي الجونة بلدات المحلة مباريات لا قوية وأنا كنت محتاج ألعب بالفول تيم فيها أو الفريق الأساسي ده فعلا زي ما تقول استنفذ شوية من مجهود النادي الأهلي برضو وجود الجماهير إمبارح آه لعبت الأهلي متعودة عليه ولكن وجود الجماهير إمبارح كان عامل كبير جدا قدى إلى أن اللعيبة تهزت وطبيعي أن أنت ما بتلاقي واحد خرج من المود بتلاقي بيجر بقيت اللعيبة وراه ويبقى مش في أحسن حالاته خاصة برضو إصابت معلول أربكت كل حاجة طيب إن شاء الله نتطمن عليه وإن شاء الله تكون الإصابة بسيطة خلينا بقى نتكلم عن النهاردة ليلة الحلم الأبيض إحنا متخيلين جمازنا ويعمل إيه وخطوطه تبقى مشات زيك نفس الكلام اللي إحنا كنا بنتكلم فيه عن الأهلي أنا محتاج هدف وما ينفعش أستقبل هدف قوة نهدت بركان الكرة السابتة والهجمات المرتدة بيمتلكوا أكثر من عنصر مميز جدا وهو على رأسهم يوسف الفحلي اللي إحنا شفناه كان لاعب بشكل موايز جدا في مرات الزهاب وكان عامل قلق من جبهة فتوحة في مرات الزهاب جماز ما هو إلا أن أنا لازم أهاجم بحذر كبير وحاول أول عشر داق ربع ساعة أن أنا أسجل هدف جماز من المكاسب للزمالك عودة مصطفى شلبي موجود معنا عودة يوسف أوباما كان موجود في قايمة الزمالك من المبارات الزهاب ولكن لم يشاركش عشان لم يكن لسه جاهس بقى موجود دي عناصر قادرة على صناعة الفرق خاصة إحنا كنا بنتكلم أن الزمالك كان موجود سامسون أساسي في المبارات وهو مش في أفضل أداء ليه فلما يبقى عندي مصطفى شلبي وأوباما كاختيارات متاحة هتحل لي أزمات كتير جداً في المبارات أنا متفائل جداً في مبارات النهاردة بالزمالك الزمالك ما بيخسرش على أرضه في الكنفيدرالي بالضبط فأعتقد أن دي ممكن تكون دفعة نفسية قوي بالتأكيد وكمان جمز أنا شايف مؤخراً بقى زكي جداً في تصريحاته في المؤتمرات الصحفية مبارح طلع في تصريح أثار جدل ولكن أنا شايفه أنه هو التصريح موفق نوعاً ما بأنه قال آه نهضة بوركان فريق مميز ولكن الزمالك كنادي أكبر بكتير من نهضة بوركان وده خلى كابتن معين الشعبان المدير الفاني التراجي يعلق ويقول لا كان المفروض يحترم الزمالك لو هنرجع للمبارات الزهاب هنشوف أن كابتن أو جومز علق وقال في المؤتمر الصحفي أنا مزاكرهم كايس قوي وأعرف طريقة لعبهم وقعد يتكلم فني في المؤتمر الصحفي قبل المبارات كان بشكل غريب شوية أنت بتحرق أوراقك قبل المبارات في المؤتمر الصحفي وفعلاً حصل أن كابتن معين غير طريقة لعب شوية بالنسبة لنهضة بوركان وفاجئ الزمالك ليطلع تاني مرة تانية جومز ويلعب حرب نفسية جديدة خلاص أنت لما تكلمت فنياً غيرت نفسك لا أنا هتكلم بقى نفسياً بحت والزمالك نادي أكبر حل بقى الموضوع بتبقى حرب حرب نفسية بالتأكيد ننسى الأهلي وصندون زكاة الحرب نباشة بينهم ازاي في مؤتمرات حرب التصريحات ولكن زي أقولت لك أنا متفائل وإن شاء الله أهلي والزمالك أبطال وإن شاء الله نشوف السوبر الأفريقي مصري خالص إن شاء الله طيب توقعاتك لتشكيل نادي زمالك النهار والله يبص خط الدفاع ما فيهوش تغييرات كتير طبعاً عواد في حراسة المرمى هنتكلم عمر جابر حسام عبد الميجيد المسلوسي وفتوح نص الملعب نوعاً ما ممكن يحصل فيه تغيير دونجة أكيد موجود وبشكل أساسي هل شحاته هيبدأ؟ هل حمدي هيبدأ؟ ممكن الدفع بأوباما من أول مباراة بحيث أنه يكون أنت محتاج لعب بصير أو لعب عشرة يصنع لعبه ويخرجك من وراء الأدام بسهولة أكيد الأجنحة النحية دي زيزو والجزيري مهاجم صريح طبعاً يا طار سامسون اللي هي لعب أو شلبي أتمنى لو شلبي هيقدر بس هي برضو أنت لازم تشوف هو جاهز إلى أي نقطة هيقدر يديني 90 ديئة أو لا 90 ديئة مهمة جداً لأن أنا ممكن أسجل هدف وسجل التاني بس أستقبل هدف فده معناه أنه أنا تعديلت وهوصل لضربات الجزاء فأنا محتاج اللعيبة اللي تكمل معي الآخر ديئة فلو ما قدرش لو طبعاً الحالة الفنية اللي شلبي ما تسمعش أنه يبدأ يكون بديل أحسن بس أعتقد أنه لازم يركز في نقطة الدفاع طبعاً طبعاً شفنا في مبارات الزهب كان فيه أخطاء بالجملة من الدفاع أنا كان من وجهة نظري أنه يلعب بتلاتة في خط الدفاع ولكن اختياراته في القائمة ما فيش غير مدافع واحد بديل عبد المجيد والمسلوسي وهو ياسر حمد أنا كنت شايف أن علاء لو كان داخل القائمة كان هيفرق ولكن هو تكلم وقال هو مش جاهز بس برضو خبرات علاء كانت قادرة على أن هي تبقى لها دور النهاردة في المباراة علاء لعب نهاية كونفدرالية قدام نهضة دركان وتوج باللقب مع الزمالك هو وزيزه فكان وجوده يمكن مهم ولكن طبعاً هو قادرة بالحالة الفنية للعيبة واختياراته فأنا تمنى نشوف النهاردة مباراة كبيرة بالنسبة للزمالك ويتوج إن شاء الله باللقب بأمر الله إيه نقاط الضعف اللي عند نهضة بركان يقدر جوميز يلعب عليها النهاردة كويس ويقدر يقول إن هي دي النقطة اللي أنا حستغلها علشان يقدر يعني بعدك كمان بهم متقابلوا فخلاص هو المفروض إنه يبقى عارف كمان طريقة اللعبة ببساطة جديدة زمالك كان وهو في المغرب هو مستحوز على الكرة ومستحوز والاستحواز معاه في صالحه فهو نهاردة بركان هو فرقة ما بتعتمدش على الاستحواز واللعب على الأرض والتيكا تاكا زي ما بيقوله لا خالص هو نهاردة بركان الكرات الطويلة الكرات السابتة المميزين فيها جداً إحنا سبحان الله الزمالك أكيد كان عارف إن نهاردة بركان مميز في الكرات السابتة إحنا في أول ربع ساعة في حوالي 8 أخطاء على حدود منطقة الجزاء بتاعت الزمالك فأكيد جمز هيتدخل ويحل المشكلة دي أنا ما فاجئش يعني أنا ما عودش أعمل فاولات وهو حذر فعلاً اللعيبة في الجلسة الفنية بينه وبينهم إن ما ينفعش نرتكب أخطاء في الحتة دي دعم كبير جداً مقدم من مجلس إدارة نادي الزمالك للفريق والجمز وإن اللعيبة تظهر بشكل النهاردة خلاص ما فيش حجة الجماهير هتبقى مالية للإستاذ القاهرة موجودة عايزة أعلق على إن ما فيش يمكن ربع ساعة تلت ساعة من أول ما التذاكر تفتحت التذاكر انتهت على طول قرينا كمان إن فيه أزمات داخل نادي الزمالك بحيث إن ما فيش دعاوي الدعاوي راحت فين؟ ما شاء الله الزمالكة في كل مكان عايزين يدعموا فريقهم بشكل كبير عمر جابر كمان اتكلم قال إن اللقب مهم جداً للجماهير وطبعاً رحمة الله عليه محمد متحة المعد البدني إن هو عايزين يهدو اللقب لي وإن شاء الله اللقب زمالكة أحمد سليمان يمكن عضو مجلس إدارة الزمالك انسحب من الاجتماع في الكاف بعد الكلام عن التذاكر والتحديد قال لك جماهيري وعايزة تروح وحس إن كل الناس بتشجع الزمالك هو يعني هو فيه أزمة مش عشان ما فيش تذاكر أو دعوات لا هو فيه أزمة عشان كل الناس عايزة تروح وكل الناس عايزة تدعم الزمالك حتى مجلس الإدارة بقى فيه حيرة من أمر وتبدي دعوات لمين؟ لو عدى مجلس الإدارة ولا للجماهير اللي هتروح تشجع وتدعم نادي الزمالك ولا ولا عايز اقولك ان حتى كصحفيين كاعلاميين كفنانين كله عايز يروح يدعم نادي الزمالك فاكيد هي برضو احنا مش كتير بنشوف اهلي وزمالك في نهاية اكبر بطلتين في القرى يبقوا موجودين والاتنين عندهم امل هدف واحد كفيل ان هو يتواجهم باللقب فاكيد ده شيء فخر لنا كلنا كمصريين ومهم جدا ان احنا نفرح النهاردة وان شاء الله نفرح يوم السبت الجامع على اهلي وان شاء الله صبر الافريقي مصري بامتياز ان شاء الله كنت في الناد لأهلي ونادي الزمالك وان شكرك طبعا جزيلا شكرا الناقد ارياضي عز الكلاوي شكرا جزيلا لك شكرا لك انا كنت مبسوطا انا معكم نورتنا اهلا وسهلا لك